حل الفصائل المسلحة أجمع تأيد شعبي مطلق حظيت به الدعوات الأخيرة للسيد مقتدى الصدر ومنها حل كافة الفصائل المسلحة غير المنضبطة وفق قوله الشارع النجفي لم يتأخر عن التفاعل معها والمطالبة بتطبيقها لا سيما في هذا التوقيت الذي وجده بالحساس في ظل منعطفات نتائج الانتخابات والتحركات السياسية التي تسبق تشكيل الحكومة المقبلة هي دعوة إيجابية أتصور بكل اعتقاد كل الشعب العراقي يتوجه لقبول هذه الدعوة ولكن هذه الدعوة متوجهة للسيد الصدر سمحة سيد مقتدى الله يحفظه وبقية الكتل السياسية لعدى ميليشيات مسلحة هذه الدعوة تشمل الجميع وعلى الجميع سحب هذا السلاح الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية بالعراض دعوة السيد سحب السلاح الغير منضبط من أيدي المنفلتين هذه ما من التزمين بالقانون وما بين الدعوات وضرورة تطبيقها فعليا على أرض الواقع يجمع نجفيونه على أن ثقل زعيم التيار الصدري لا يترك مجالا للشك في أن تجد ما آل إليه السيد مقتدى في مؤتمره الأخير استجابة حقيقية يكون أثرها جليا في الواقع المحلي على الصعود السياسية والأمنية ويقطع الطريق أمام نوايا بعض الأطراف الساعية إلى التصعيد ما نقدر نبني بلد اليوم بوجود أدة أطراف مسلحة داخل الدولة الواحدة يجب أن تنضبط هذه العملية ويكون السلاح تحت سيطرة الدولة حتى تثبت الدولة وجودها وكيانها وبغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة سواء كانت بالأغلبية أو بالتوافق تحمل دعوات السيد مقتدى الصدر أهمية في جوهرها الداعي لتنظيم العمل السياسي في المرحلة القادمة وفق مراقبين جاءت في وقتها ولا يختلف إثنان على أهمية المضي بها هكذا يرى نجفيون دعوات السيد مقتدى الصدر التي وصفوها بأنها أشبه بخارطة طريق واضحة المعالم في قادم الأيام من النجف محمد رزاق التغيير